اشتركوا في القناة دوليا للتكيف مع التحديات البيئية والمناخية التي تواجهها وذلك انطلاقا من كون المياه مصدر الحياة وعصبها وانوها معاليه بسياسات الحكومية المتخذة في اطار حماية وتنمية الموارد المائية لضمان حسن استغلالها في مختلف الاغراض والتي من بينها اقرار الاستراتيجية الوطنية للمياه وخطتها التنفيذية بما يتوافق مع الاستراتيجية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2016-2035 جاء ذلك لدى تفضل معالي برعاية وافتتاح اعمال المؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ الذي يقام تحت شعار استدامة المياه وتحول الطاقة الانعكاسات على دول مجلس التعاون الخليجي والعالم وذلك بحضور عدد من اصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين والمتخصصين في القطاع النفطي والبيئي من مختلف دول العالم لمناقشة التحديات والفرص المتاحة للاستثمار في استدامة المياه والمحافظة على الموارد الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبهذه المناسبة اشهد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة بما يمثله هذا المؤتمر من تجمع مهم وفرصة جيدة لجميع المشاركين لمناقشة الآليات الكفيلة بالاستثمار في استدامة المياه لافتا في الوقت نفسه الاعتزاز المملكة بالتنسيق القائم بين دول مجلس التعاون في تنظيم الفعاليات المتخصصة التي تحتضنها المنطقة خلال العام الجاري والتي من بينها اسبوع تغير المناخ لدول الشرق الأوسط وآسيا المقرر تنظيمه في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال أكتوبر المقبل ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 والذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نوفمبر القادم كما أعرب معالي عن أمنياته للمؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ في دورته الأولى والقائمين عليه بالتوفيق والنجاح وذلك لتحقيق ما يصب إليه المشاركون فيه من مخرجات تصب في صالح مراجعة السياسات التمكينية للإدارة المستدامة للمياه والطاقة في تغير المناخ من جانبه أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أن ما تشهده المنطقة من تحديات في ظل ما يمر به العالم من ارتفاع في درجات الحرارة وزيادة الجفاف وشح الموارد المائية تستوجب جميعها العمل على تغيير السياسات وإدماج استراتيجيات مواجهة أثار التغيرات المناخية وعلى هامش أعمال المؤتمر تفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بافتتاح المعرض المصاحب الذي شاركت فيه أكثر من عشرين شركة متخصصة وعدد من الجامعات والمنظمات لعرض وتقديم أفضل الحلول التقنية الحديثة في مجال المياه والطاقة وتغير المناخ والدراسات ذات العلاقة ترجمة نانسي قنقر في سبيل رسم السياسات الداعمة للمحافظة على الموارد الطبيعية ومن خلال تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج البيئية كان لابد من تضافر الجهود الدولية التي تتمثل في انعقاد المؤتمر العالمي الأول للمياه والطاقة وتغير المناخ الذي يضع على رأس أولوياته طرح ومناقشة الخطط الرامية إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي يشكل أولوية كبيرة ضمن أجندة الدول حول العالم يجب أن يعي الجميع أن العالم يحتاج إلى جميع أنواع الطاقة فلا الطاقة المتجددة فقط ستكفي ولا الطاقة الحفورية أيضا وحدها ستكفي الحل الأمثل أو التوجه الأمثل هو دعم الطاقة متجددة ومحاولتها وأيضا بالمناسبة دول المنطقة هنا كلها دول رائدة في هذه النشاطات وتدعم هذه النشاط تعمل مشاريع جدا كبيرة وجبارة في هذا المجال التغير المناخي ملف كبير جدا أثر على الجميع أثر على جميع القطاعات قطاع التوليد وقطاع تحلية المياه يعتبر قطاع كبير أسهم في نسبة كبيرة لإنبعاثات الكربونية لذلك الحلول التي تطرح الآن يجب أن يكون فيها مساهمة من جميع الأطراف القطاع الخاص له دور فعال نحن ملتزمين في سيمينز أنيرجي للطاقة أن نكون فاعلين في هذا الدور ولنا أهدافنا التي تتماشى مع أهداف المنطقة بصفة عامة في خفض إنبعاثات الكربون المؤتمر العالمي الأول للمياه والطاقة وتغير المناخ هو الفرصة السانحة للمشاركين من مختلف المجالات الصناعية والبيئية لمناقشة التحديات والفرص والإطلاع على أفضل التقنيات والتكنولوجيا الحديثة العالمية من أجل الاستثمار في استدامة المياه والمحافظة على الموارد الطبيعية نحن لوحدتنا تنفذ مشروع الممول من صندوق مناخ الأخضر بإشراف الأمم المتحدة للبيئة هذا المشروع عنده مجموعة إنيشاتيبس أغلبها تصب في تطوير قطاع المياه في مواجهة تغير مناخ والتغير بيئي أكوا باور بحكم تخصصها وبحكمها أكبر منتج للمياه في العالم اليوم فعملنا خلال السنوات الماضية على تطوير الأبحاث والتطوير في مجال المياه للوصول إلى أفضل كفاءة وبأقل تكلفة وعلى هامش المؤتمر تمت مناقشة جملتين من الموضوعات الملحذات العلاقة بالسياسات التمكينية للإدارة المستدامة للمياه والطاقة في تغير المناخ إلى جانب مناقشة الحلول المطروحة للاستدامة ودور المجتمع في أمن المياه والطاقة من المؤتمر الدولي للمياه والطاقة وتغير المناخ يأتي ليجسد حرص الحكومة على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز استدامة المياه وموارد الطاقة بظل الاهتمام العالمي للحد من تأثير تغير المناخ ووضع الحلول الفاعلة للتكيف مع التحديات التي تواجه العالم إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين